اجتماع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين بمدينة نيويورك اليوم مع السيد تيد دويتش الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وعدد من أعضاء اللجنة وتم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين واللجنة اليهودية الأمريكية في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وأهداف اتفاق المبادئ الإبراهيمية كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي وإشاعة السلم والأمن والاستقرار الإقليمي لما فيه الخير والنماء والاستهار لشعوب المنطقة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر